فنقطة صغر نفس اللي قلتها إيه اللي حصل مع الشعب في أرض مصر؟ إنه بسبب صغر نفس كده ما قدروش وده بيأثر كمان أخ نزار على كمان العلاقات إزاي؟ فيه آية كده جميلة بحبها لو أرها مع المشاهدين في صفر الأمثال وصع 30 إنه بيقول في عدد 21 تحت سلاسة تضطرب الأرض وأربعة لا تستطيع احتمالها تحت عبد إذا ملك أحمق إذا شبع خبز تحت شنيعة شنيعة دي معناها غير محبوبة إذا تزوجت وأما إذا ورست سيدتها الـ identity أو الهويات دي لو تحطت في المكان لوحد الهوية بتاعته نظرته الـ DNA بتاعه شايف نفسه إنه عبد مدعوك متأثر بصورته إنه في عبده في نفسه وتحط في مكان إنه يملك أو يقود فيه كنيسة أو يقود فيه خدمة أو يقود فيه أولاد ومسلا أو حاجة زي كده الدنيا تتبهدل بيقول تحت أربعة تضطرب الأرض الدنيا تتبهدل وياما بيوت مؤمنين متبهدلة ليه؟ مش بنحاول نصلح في سلوكيات ناس وكده That's okay لكن الجزور أخ نظار إنه الناس دي مش عارفة لما قبلت الرب هي مين لما الواحد يعرف أي هو مين بتختلف العبد لو فضل في عانين نفسه إنه عبد وإنه بيحاول إنه يوصل يعمل حاجات عشان ييسبت نفسه إنه ملك أو كده الهقد اللي جوه ديت بتبهدل الدنيا حتى لو كان ملك بس بيضل يحكم بروح العبد بالضبط وكتير مؤمنين بدل ما يسلكوا كأحباء كأبناء عم بيسلكوا كعبيد أخطر حاجة لما يبقى الشخص عبد أو الروح العبودية دي جواه ويتحط في منصب قيادي أو يمسك عشان كده تلاقي خدمات كتيرة متبهدلة وناس بتخبط في بعض أو واحد بيطلع الكابتل جواه أو أمهات بيطلع العقد النفسية اللي شافتها في تربية أبوها ليها في أولادها في التحكم في التزمت بالطريقة دي تربية العنيفة جدا لأنها عاشت أما أما مستعبدة بالطريقة دي أو مش بس كده ما شافتش الحب في بيت أبوها أو بيت والدتها ما شافتش دايما كانوا بيهتموا بالأخ أو بالولاد لأن هما دي اللي هي المكينة فالنتيجة النفسية المهلهلة لأنها شايفة نفسها أنها أقل صغر النفس أقل من غيرها النتيجة النفسية الغير سوية ديت وعدم إدراقي لأنا مين في المسيح بتبهدل الدنيا هيطلع في جوازك هيطلع في علاقاتك هيطلع في خدمتك اللي أنت بتحاول تخدم عشان تبارك الرب بس كانوا خدمتك مبهدلة الدنيا أكتر ما هي بتفيد عشان كده العلاج الحقيقي إنه الرب يجي يرمم النفسية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة